طيب فضل الشيخ هذا السؤال يذكرنا بسؤال محوري على كل حال فيما يتعلق بالظاهرة الإنسانية والتحالف بين القوة والمال فرعون كان يملك القوة العسكرية والقوة التي تسيطر على مصر قارون كان يمتلك القوة المالية فصار بينهما تحالف بين القوة المالية والقوة الصلبة الآن إذا انتقلنا رغم أن قارون كان من قوم موسى كان بني إسرائيل وكان فرعون يضطهد بني إسرائيل انتقلنا إلى العالم الغربي الذي انتهى إلى الرأس مالية وهي سيطرة قوة المال مع السياسة كما يفعل برغوازيون تحالفوا مع اليهود على اعتبار أنهم يمتلكون المال أيضا لأنهم صاروا فعلا مؤثرين في المسار السياسي بقوة المال هل نستطيع القول أن هذا التحالف هو تحالف استراتيجي قائم على قدلية الصراع بين السلطة والمال أم هو تحالف ديني كما يذكر البعض لا كل ذلك موجود بل هناك ما هو أبعد هذا التحالف له جذور دينية وهذا التحالف له أسبابه كما يقال اليوم الاستراتيجية وهذا التحالف من أسبابه الاستراتيجية أيضا نعم هو الكراهية والبغضاء والرغبة في التخلص من شرور من يتحالفون معه أيًا كانوا نحن نحن نتحدث عن أنظر إلى حال اليهود نعم في تاريخهم و لنأخذ حتى التاريخ الحديث ما احتملتهم البلاد الغربية كانوا دائما يطردون و يهجرون و ما ذلك إلا لما عانته هذه المجتمعات الغربية من ظلمهم لهم و من قهرهم إياهم و من سعيهم في مجتمعاتهم بالفساد و الإفساد و من العظائم التي كانوا يأتونها فما احتملتهم فكانوا يهجرونهم و يطردونهم حتى رموا بهم إلى هذه البقعة المقدسة فلا يظن النظان أن هذا التحالف إنما هو ناشئ في كل أسبابه عن محبة و رغبة نعم و إنما من ضمن أسبابه البغضاء و معرفة حقيقة طباع هؤلاء اليهود نعم و عدم الرغبة في عودتهم إليهم لأن تاريخهم يشهد بذلك خذ منذ الحروب الصليبية نعم ما الذي فعله الصليبيون حينما دخلوا فلسطين هل وفروا اليهود لم يوفروا اليهود نعم كان ظلمهم و طغيانهم على الجميع بما فيهم اليهود و هكذا عبر تاريخهم نعم و هكذا في البقية الباقية منهم الذين توزعوا في البلاد الغربية و من المفارقات العجيبة و هذا نحن نحكي التاريخ الآن و له شواهد في كتاب الله عز وجل نعم أن البلاد الإسلامي هي التي كانت تؤويهم و كانت المحضن الذي يوفر لهم الأمن والأمان و يحقق لهم السلم و يتيح لهم العيشة الكريم و لكن هؤلاء كما قال ربنا تبارك و تعالى قل يا أهل الكتاب هل تنقمون منا إلا أن آمنا بالله و اليوم الآخر ثم قال و بما أنزل إلينا و ما أنزل من قبل و أن أكثركم فاسقون ف القرآن الكريم يكشف أن من أسباب حقدهم و عداوتهم أنهم يوقنون أن أكثرهم فاسقون نعم فمع ما يحسدوننا عليهم من أمر الإيمان بما أنزل إلينا و ما أنزل من قبل فإنهم أيضا من أسباب نقمتهم علينا و هذه النقمة هي الجذر الذي يشتق منه الانتقام نعم أن أكثر إيقانهم و علمهم أن أكثرهم فاسقون فهذا أيضا نجده في قصص بعض الأنبياء من موسى عليه السلام إلى عيسى عليه السلام في مخاطبتهم لبني إسرائيل فنحن نعلم أنه قبل عيسى عليه السلام أن المؤمنين الذين يؤمنون بالأنبياء و الرسل هم من بني إسرائيل حتى جاء عيسى عليه السلام فكان موقف طائفة من بني إسرائيل أنهم افتروا على عيسى عليه السلام و موقف الطائفة أخرى أنهم آمنوا بعيسى عليه السلام نعم لذلك القرآن الكريم يقول فآمنت طائفة من بني إسرائيل و كفرت طائفة من بني إسرائيل لاحظ أنه يقول من بني إسرائيل الذين آمنوا من بني إسرائيل و الذين كفروا من بني إسرائيل فأيدنا الذين آمنوا على عدوهم فأصبحوا ظاهرين من هناك بدأ ولذلك لما قلت افتروا على عيسى عليه السلام لأنهم كذبوه و نسبوا إليه ما نسبوا ثم ادعوا أنهم قتلوا هم خططوا و دبروا المكائد لقتل عيسى عليه السلام لأن ذلك في تاريخهم يقتلون النبيين يقتلون الأنبياء بغير حق كما وصفهم القرآن الكريم فهذا أمر متأصل فيهم أيضا و لذلك هم حسب دعواهم حسب دعواهم أنهم فتكوا بعيسى عليه السلام الذي حصل فيما بعد أيضا في الطائفة الأخرى مع بقاء طائفة مؤمنة بعيسى عليه السلام إلا أن منهم من غالى فيه كما افترى اليهود فإن طائفة من النصارى غالت حتى صار هؤلاء المغالون هم السائدين في هؤلاء الذين آمنوا بعيسى عليه السلام من بني إسرائيل هذا حديث قد يطول قليلا و يمكن أن نتعرض له عند الحديث عن بني إسرائيل في القرآن الكريم و ما الذي يشمله هذا المصطلح من دلالات و مفاهيم نبهنا على أن العلاقة أكثر من أن تكون علاقة مالية إذن علاقة لها أبعاد كثيرة جدا حتى في بعدها الديني كما تقدم قد يكون إيمانهم بما يمكن أن يحصل في آخر الزمان إنما هو إيمان أو التقاء مصلحي فهو حتى من حيث بعده الديني هو مصلحي لأن النصارى هؤلاء يؤمنون بأن ذلك سيعجل من نزول المسيح عندهم و ستكون لهم السيادة و ذلك يكون في آخر الزمان نعم جميل و حتى على كل حال الخطابات التي ألقيت يعني في بداية الطوفان الأقصى و الرد الانتقامي يعني يستدعوا مجموعة من النصوص الموجودة معهم في كتبهم محرفة ما يسمى بالقضاء على عماليق هكذا يعني ذكر رئيس الكيان بنفسه هو يعني هذا لم يكن مجرد ردة فعل نعم هو يعني تراثهم الديني تراثهم هم الديني مليء بمثل هذه النصوص نعم فهو لم يكن مجرد ردة فعل و إنما كان كشفا لبعض هذه النصوص التي يعولون عليها نعم و ينتظرون الفرصة فقط لتحقيقها نعم